جنباً إلى جنب مع فرقطات البحرية الأمريكية فرقطات أسبيدس الأوروبية تبدأ عملياتها في البحر الأحمر وتسقط أولى المسيارات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية سفارة ألمانيا في واشنطن كشفت أن الفرقطة هسن أحبطت هجوماً بمسيارات للمرات الأولى منذ انضمامها إلى عملية أسبيدس الأوروبية في التسع عشر من فبراير الجاري الجيش الألماني من جهته أكد على منصة إكس إسقطم سيارتين اقتربتا من الفرقطة هسن دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها ألمانيا بشكل مباشر تنفيذ عمليات ضد الحوثيين ضمن قوة أسبيدس البحرية التي تهدف حسب رئيسة المفوضية الأوروبية لضمان حرية ملاحة في البحر الأحمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومن المعلوم أن قوة أسبيدس تضم ثلاثة فرقطات ألمانية، فرنسية وإيطالية حتى الآن بتمويل يصل إلى ثمانية ملايين يورو صحيفة رونتشاو الألمانية علقت على انخراط برلين في الحرب على الحوثيين بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تتمكن شركات الشحن مرة أخرى من إرسال سفنها التجارية عبر البحر الأحمر دون تردد يحدث هذا في وقت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية من جهتها إسقط خمس طائرات مسيرة هجومية تابعي حوثيين في البحر الأحمر